هذه أبرز العناوين بوكتينيو يكشف عن سؤال غير متوقع تلقاه من حكيمي عاجل الفيفا تحرم نجم المنتخب المغربي للفتصال من الاحتفال بالتأهل وهذا ما قامت به أمام الجميع حكيمي والدائي منحاني الفرصة لأعيش بشكل أفضل وأنا ممتن لهما على ذلك والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحدة تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بوكتينيو يكشف عن سؤال غير متوقع تلقاه من حكيمي أشهد موريسيو بوكتينيو مدرب باريسان جرمان الفرنسي لكرة القدم بلاعبه الدولي المغربي أشرف حكيمي بعد تسجيل الأخير لتنائية في مارما ميتس مساء أمس الأربعاء في إطار الدور السابع من الدوري الفرنسي وقال بوكتينيو في المؤتمر الصحفي عقب الفوز القاتل أنا سعيد جدا من أجل حكيمي إنه لاعب مميز وإضافة قوية دفاعيا وهجوميا بخلاف أهدافه وكشف المدرب الأرجنتيني لوسائل الإعلام يمكن أن أروي لكم حكاية مع حكيمي في نهاية التدريب بالأمس تحددت معه وسألته كيف حالك قال لي أنا بخير وماذا عنك وتابع بوكتينيو فوجئت بسؤالي عني لقد قال لي أيها المدرب أنت تسأل الجميع عن أحوالهم لكن لا أحد يسأل عن حالك وتابع أعتبر الهدفين مكافأة لحكيمي على روحه الطيبة وجهدي بشكل عام مع الفريق وعن الفوز في الدقائق الأخيرة للمباراة الثانية على التوالي وصل المدرب السابق لتوتنام الإنجليزي نعم الفريق لم يستسلم وكافأة حتى جاءت المكافأة في النهاية أمام فريق سريع وقوي بدنيا ومتميز للغاية في المرتدات والتحول من الدفاع للهجوم عاجل الفيفا تحرم نجم المنتخب المغربي للفوتصال من الاحتفال بالتأهل وهذا ما قامت به أمام الجميع حرم الاتحاد الدولي لكرة القدم نجم المنتخب الوطني للفوتصال من عيش أجواء فرحة التأهل إلى دور ربع نهائي المونديال الجاري حاليا بدولة ليتوانيا عقب الفوز على منتخب فينزويلا أمس الأربعاء في إطار دور ثماني نهائية المصابقة ذاتها وذكر موقع لدخوة السونس والسونس بور أن الفيفا استدعى سوفيان ميسرر المسجل للأهداف الثلاثة في مرمى فينزويلا من أجل إخضاعه للفحص ضد المنشطات ولم يشارك ميسرر في أجواء الفرحة التي عاشها أبناء المدرب هشام تكيك في مستودعي ملابس عقب التأهل التاريخي إلى دور الربع يذكر أن أسود الفوز سيواجهون في دور الربع الفائزة من مباراة اليابان ضد البرازيل والتي ستجرى اليوم الخميس حاكيمي والدي منحاني الفرصة لأعيش بشكل أفضل وأنا ممتن لهما على ذلك امتدح أشرف حاكيمي لعب بارستان جرمان دولة إسبانيا مسقط رأسه مؤكدا أنها دولة منحته فرصة التعلم والانفتاع على الحياة بشكل أفضل وعبر صاحب الاثنين والعشرون عاما عن امتنانه للفرص التي منحه له والده وسعيهما الدائم لنموه في ظروف أفضل مشيرا في الوقت ذاته لاعتزازه بمدينة خيطافي التي ولد وترعرع فيها رفقة أصدقاء لا زال يزرهم كلما سنحت الفرصة وقال حاكيمي في تصريحات لقناة النادي الفرنسي على اليوتيوب إسبانيا هي حيث ولدت وكانت لي فرصة التعلم والدراسة في ظروف جيدة أنا ممتن لوالدي على منحهما للحنان والفرصة حتى أعيش بتكل أفضل واختتم أبواي غادر المغرب نحو إسبانيا للبحث عن حياة أفضل ولدت في إسبانيا في خيطافي حيث ترعرعت وسط أصدقائي وأنا أعود إلى هناك بانتظام وانتقل أشرف حاكيمي سوى بارستان جرمان في المركات الصيفية الماضي علما أنه بدأ مشواره رفقة ريال مدريد الذي انتقل منه لبروسيا دورتموندا الألماني ثم انتر الإيطالي قبل استقراره حاليا رفقة النادي الفرنسي قرر الألماني ثم استخيل مدرب تشيس الإنجليزي الاعتماد على الدولة المغربية حاكم زياش أساسيا أمام أستانفيل مساء أمس الأربعاء لحساب لقاءات الكأس الرابطة الإنجليزية وحصل الزياش على فرصة أخرى من أجل إقناع المدرب توماس سخيل بإمكانياته من أجل اعتماد عليه كأساسي في مباريات الدور الإنجليزي وقدم الزياش أداء لا بأس به في هذه المباراة المغربي إلياس شاعر يواصل التألق مع كوينز بارك رانجرز بتمريرة حاسمة أسهم اللاعب المغربي إلياس شاعر في تأهل فريق كوينز بارك رانجرز إلى تموني نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على حساب نادي إفيرتون وقدم الشاعر الوجه الجديد في صفوف المنتخب المغربي لكرة القدم تمريرة حاسمة في الشوط الأول لصالح زميلي شارلي أوستين سجل منها هدفه الثاني في المباراة وانتهت مباراة كوينز بارك رانجرز وإفيرتون في وقتها الأصلي بالتعادل بهدفين في كل مرمى حيث شارك إلياس شاعر أساسيا إلى غاية الدقيقة التمانون وابتسمت ركلة الجزاء لصالح الشاعر ورفاقه الذين حققوا العبور إلى مرحلة التموني النهائي كأس الرابطة الإنجليزية العلودي يكشف سرات حق سفيان رحيمي بالعين الإماراتي أوضح سفيان العلودي الرجاوي العناوي السابق أنه من بين الذين أقنعوا سفيان رحيمي مهاجم الرجاء الرياضي والمنتخب الوطني بالتوقيع لنادي العين الإماراتي مشيرا إلى أن الأخير يشبه الرجاء في كونه بيتا كبيرا لا ينسى لاعبه لمجرد أنهم غيروا أجوائه وقال العلودي فيما نقلته يومية الاتحاد الإماراتية إنه أبلغ رحيمي أن العين ليس مجرد فريق ولكن انتقله للعين يعني أنه انتقل إلى عائلة اسمها عائلة العين وخير دليل هو استمرار العلاقة بين العين ولاعبها المغاربة قوية وممتدة حتى الآن وأبلغته أنني منذ 2010 للحين أتلقى دعما ومساعدة وفي أي مناسبة يتم استدعائي لتمتيل العين كأحد الأجيال التي مرت عليه وهذا النادي لا ينسى لاعبه خصوصا المسؤولين الكبار والإدارة العليا ويقدمون الكثير لأبناء العين من ناحية ثانية قال العلودي في التصريحات التي أوردتها يومية الاتحاد إن بوادر الصفقة والمفاوضات بدأت عقوب تألق رحيمي مع المنتخب المغربي للمحليين وقتها توصلت مع سوفيان وأبلغته أنه إذا كان يريد الانتقال إلى أوروبا فهذا أمر آخر ولكن غير أندية أوروبا فيجب أن يكون العين هو خياره الأول ولس ناديا تانيا خصوصا أن العين قدم له عرضا جادا وقد توصلت مع اللاعب هاتفيا وقتها كان متخوفا من قرار الخروج من الرجاء العلودي أكد في التصريحات ذاتها أنه يتوقع أن يكون العين رقما صعبا هذا الموسم والمواسم المقبلة مشيرا إلى أن النادي يبني للمستقبل وقال أرى من انتدابات العين وقوتها الفنية مؤخرا أن الهدف ليس فقط العودة لمنصات التتويج محلية ولكن من أجل المنافسة القارية لأن وضع العين الطبيعي هو المنافسة على اللقب الأسيوي حتى آخر نفس وأنا واتق أنه قادر على التألق في أسيا بقميس البنفسجي لتحقيق حلم طال انتظاره هذه أبرز العناوين بوكتينيو يكشف عن سؤال غير متوقع تلقاه من حكيمي عجل الفيفا تحرم نجم المنتخب المغربي للفتصال من الاحتفال بالتأهل وهذا ما قامت به أمام الجميع حكيمي والدي منحاني الفرصة لأعيش بشكل أفضل وأنا ممتن لهما على ذلك ترجمة نانسي قنقر